غزوة حنين أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها تسعة عشر يوما وفي يوم السبت السادس من شوال من السنة الثامنة للهجرة خرج إلى حنين وهو واد قريب من الطائف كان سبب توجهه صلى الله عليه وسلم إلى حنين ما بلغه عن هواز أهل الطائف بجمع الجموع الكثيرة لقتاله وهو في مكة فتوجه إليهم قبل أن يأتوا اجتمع لهواز عشرون ألف مقاتل وخرجوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم من الإبل والغنم وكان قائدهم مالك بن عوف رضي الله عنه وكان ما زال مشركا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه إثنى عشر ألف مقاتل عشرة آلاف الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة وألفان من أهل مكة وهم الطلقاء استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يحكمها بعد خروجه منها عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو أول أمير على مكة في الإسلام في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر على شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط كانت العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعبدونها فقال الطلقاء من أهل مكة وكان في إسلامهم ضعف يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح شكراً